موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فضائية العراق التربوية نرحب بطلبتنا الأعزاء في درس من دروس الطبيعيات المرحلة الثالثة الفرع الصناعي وفرع الحاسبات وتقنية المعلومات درسنا لهذا اليوم يتكلم عن الحركة الدائرية والدورانية الحركة الدائرية والدورانية سبق للطالب أن درس الحركة في سنين سابقة وعرفنا الحركة بأنها التغير المستمر في موضع الجسم هذه الحركة تنقسم إلى نوعين حركة انتقالية أي أن الجسم ينتقل بكاملة من نقطة إلى أخرى وهذه الحركة أيضا تنقسم إلى قسمين حركة انتقالية خطية أي أنه على خط مستقيم وحركة انتقالية دائرية إن شاء الله سيكون درسنا لهذا اليوم النوع الآخر من الحركة هي حركة دورية الحركة الدورية سميت بالدورية لأن الجسم يعيد الحركة بأزمان متساوية وهذه الحركة الدورية تنقسم إلى قسمين حركة اهتزازية سبق للطالب أن ندرسها في السنة الماضية وحركة دورانية إن شاء الله سندرسها أيضا في هذا الدرس الحركة ويستطيع الطالب من خلال الرسم اللي ترسم الحركة أن يعرف نوع الحركة لأن كل حركة راح ترسم لها شكل معين هذا الشكل تسمى الحركة باسمه من كنا ندرس الحركة الخطية كان الجسم يرسم خط مستقيم الآن عدنا الحركة الدائرية الحركة الدائرية إذا أريد أعرف الحركة الدائرية هي حركة جسم على محيط دائرة حركة جسم على محيط دائرة هذه الدائرة ودرسناها سبقا للدائرة إنه تحتوي على نصف قطر ومركز إذا كان نصف القطر والمركز ثابتين تسمى الحركة منتظمة وإذا كانت نصف القطر أو المركز غير ثابتين تكون الحركة غير منتظمة وعدنا أمثلة كثيرة على هذه الحركة مثلا حركة الأرض حول الشمس حركة الألكترونات حول النواة حركة جسم مربوط بخيط انديرة بشكل أفقي أو شاقولي وللحركة ثلاث كميات أساسية هي تسمى كميات الحركة اللي هي الإزاحة والسرعة والتعجيل هذه الكميات الثلاثة تعريفاتها هي نفس التعريفات لكل نوع من أنواع الحركة ولكن تضاف كلمة أو تضاف مصطلح يشير إلى نوع الحركة يعني مننا خذنا الحركة الخطية وعرفنا السرعة الخطية قلنا هي المعدل الزمني للإزاحة الخطية هذه كلمة خطية بمعنى أنه قلنا الحركة هي حركة خطية الآن إحنا عدنا حركة دائرية أي أن الجسم يتحرك على محيط دائرة ورح يرسم دائرة هذه الحركة اللاحظ أنه السرعة تكون مماسية السرعة تكون مماسية أي أنه تمس الدائرة وكذلك من الكميات الرئيسية هو التعجيل والطالب قد يتخرج وما يعرف شنو معنى التعجيل ومتى يمتلك الجسم تعجيل التعجيل إذا أريد أعرفه بصورة عامة هو المعدل الزمني لتغير السرعة لتغير هذه كلمة التغير هي من تكسب الجسم تعجيل هذا التغير يأما يكون مقدارا أو يكون اتجاها يأما يكون مقدارا أو يكون اتجاها دائما ما تكون السرعة على محيط دائرة أو حركة دائرية تكون منتظمة أي مقدارها ثابت ولكن اللي يتغير منه اللي يتغير الاتجاه اللاحظ أنه الحركة هذا اتجاه هنا صار هذا اتجاه فتكون متغيرة الاتجاه بصورة مستمرة التعجيل المركزي من أريد أعرفه أقول هو المعدل الزمني هو المعدل الزمني لتغير اتجاه الحركة لتغير اتجاه الحركة وهذا التعجيل يكتسب الجسم اللي يتحرك حركة دائرية نتيجة تغير بيمن باتجاه السرعة وليس بالمقدار باتجاه السرعة وهذا التعجيل المركز اللاحظ يكون عموديا على السرعة المماسية يكون عموديا على السرعة المماسية ويقاس بوحدة المتر على الثانية تربيع والصيغة الرياضية العفور هو مربع السرعة على نصف القطر مربع السرعة على نصف القطر حيث أن V هي السرعة و R نصف القطر هذا القانون وكثير من الطلبة يقول استاذ احنا دائما ما نستخرج الصيغة الرياضية والقوانين من خلال التعريف هنا نلاحظ أن الصيغة الرياضية تختلف عن التعريف نقول لها نعم أن هذا الصيغة الرياضية وهذا القانون من خلال تطابق مثلثات هندس اشتقاق أنت غير ملزم بي التعجيل المركزي العيدة هو مربع السرعة على نصف القطر الآن لو سألنا سؤال متى يمتلك الجسم الذي يتحرك حركة دائرية تعجيلا الآن إحنا الذي يتحرك حركة دائرية دائما ما يكون سرعة مقدارا ثابتة ولكن اتجاها متغير وإحنا قلنا التغير يشمل المقدار والاتجاه فاللي يتحرك حركة دائرية رح يكون أو يمتلك تعجيل بسبب تغير في تغير باتجاه الحركة تغير باتجاه الحركة تغير تغير باتجاه الحركة طيب الآن الجسم يتحرك حركة دائرية لاحظ ما يمتلك تعجيل واحد يمتلك تعجيل التعجيل المركزي اللي يكون اتجاه نحو المركز والتعجيل المماسي التعجيل المماسي هذا التعجيل المماسي يمس الدائرة من الخارج نلاحظ انه الزاوية بان التعجيل المماسي والتعجيل المركزي 90 درجة ويمكن نستخرج محصلة هذا التعجيل محصلة هذا التعجيل من خلال نظرية فيثاغورس راح نلاحظ انه اي يساوي للتعجيل المماسي تربيع زائد التعجيل المركزي تربيع تحت الجذر اذا افتهمنا الآن انه الجسم يمتلك تعجيل بالحركة الدائرية نتيجة تغير اتجاه الحركة وهذا مهم جدا مهم جدا الطالب يعرف انه وكثير من عندنا سايقين سيارة او عجلة لاحظ من يوصل الى تقاطع او يوصل الى منعطف يحاول يخفف السرعة عملية تخفيف السرعة يقول على مود استطيع انه اغير مساري من مسار مستقيم الى مسار دائري من مسار مستقيم الى مسار دائري طيب الان عدنا مثال هذا المثال يتكلم عفو عن يتكلم عن قمر صناعي يدور حول الارض بسرعة خطية مقدارها 4000 متر 4000 متر احسب تعجيله المركزي اذا كانت المسافة بين الارض والقمر هي 5000 كيلو متر هنا الطالب شوي ينتبه ان الوحدة الاساسية للطول هي المتر الوحدة الاساسية للطول هي المتر اي ان نقوم بتحويل وحدة القياس من كيلو متر الى المتر اي نضرب 5000 في 1000 احنا راح نعلم طالب طريقة انه كيف حل المسائل والامثلة من خلال انه يستخرج المعطيات من السؤال يقل السؤال على كيف يستخرج المعطيات راح تسهل عليه عملية تحل الاسئلة راح يعرف هو عدة وشنو المطلوب من عنده نلاحظ انه السرعة المعطاة بالسؤال هي 4000 متر بالثاني اذا وحدة القياس هي المتر لكن المسافة بين الارض والقمر هي 5000 كيلو متر هنا نحاول العفو الكيلو متر الى المتر نضرب في 4000 راح يصير عندي نصف القطر هي 5 ملايين متر وملاحظة مهمة جدا الطالب في الحركة الدائرية كل مسافة كل بعد كل طول هو نصف القطر كل مسافة كل بعد كل طول هو نصف القطر الصيغة الرياضية للتعجيل المركزية مربع السرعة على نصف القطر السرعة منطينية 4000 اربعها وال5000 ضرفتها في 1000 طلع 16 مليون على 5 ملايين الست صفار العفو راح تنحذف راح يصير 16 على 5 16 على 5 هي 3 بوينت 2 ليش لان 16 كم 5 بيها 3 يبقى 1 نخلي بوينت وصفر يصير 10 على 5 2 اذا طلعت التعجيل المركزي هو 3 بوينت 2 متر على الثانية تربية طالب يسأل يقول استاذ ما السبب الذي يجعل الجسم أي جسم يغير من مساره من مستقيم إلى دائري نقول هنالك قوة تعمل على تغيير اتجاه السرعة تعمل على تغيير اتجاه السرعة تسمى بالقوة المركزية تسمى بالقوة المركزية هذه القوة المركزية تسمية وعنوان عريض ينضوي تحتها كثير من أنواع القوة يعني قوة احتكاق قوة شد الحبل قوة تماسك قوة تلاسك قوة تجاذب قوة تنافر قوة شد الحبل ميلان هذه كلها تأخذ تسمية القوة المركزية فلاحظ أن القوة المركزية إذا أريد أن أعرفها القوة المركزية إذا أريد أن أعرفها هي قوة عمودية على اتجاه السرعة الآنية أي أن القوة المركزية اتجاهها وين؟ إلى المركز تكون عمودية على السرعة المماسية هذه هي السرعة المماسية نلاحظ أن هذه وظيفتها تغير من اتجاه هذه السرعة من خطي إلى مسار دائري أي تجعله يتحرك ضمن المسار الدائري نحن سبق درسنا قانون نيوتن الثاني يقول القوة محصلة القوة هو الكتلة في التعجيل هنانا التعجيل عدي تعجيل مماسي فراح تصير القوة المركزية هي الكتلة في التعجيل المركزي التعجيل المركزي قبل لحظات درسنا هو مربع السرعة على نصف القطر فتصبح القوة المركزية هي الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر الكتلة في مربع السرعة على نصف القطر هنا لدينا عدة أمثلة وعدة تعاليل للقوة المركزية التي تعمل على أن نتحول حركة الجسم من مسار خطي إلى مسترار دائري من هذه الأمثلة ميلان سائق الدراجة نحو المركز عندما يتحرك حركة دائرية نلاحظ أن سائق الدراجة لا إراديا يتحرك نحو المركز أو يميل نحو المركز ليش؟ هنا على مود ينشئ قوة مركزية كافية هذه القوة المركزية تجعل أن يتحرك حول المسار الدائري دون أن يقلل من سرعته كذلك نلاحظ أن من عطفات الطرق السريعة ومضامر السباق تكون بشكل مائل تكون بشكل مائل ليش بشكل مائل؟ هنا نحن حلبات السباق السائق ما يريد يخفف من سرعته إذن شلول يستطيع أو كيف يستطيع أنه يتحول من مسار أو يظل ضمن المسار الدائري؟ ميلان الطريق هو اللي يمكنه أنه يظل في مسار الدائري وكذلك عدنا انفصال قطرات الماء من الملابس عند وضعها في مجفف الغسالة لاحظ أن مجفف الغسالة سرعته عالية لا يمتلك الجسم قوة مركزية كافية فتتحول من قوة مركزية جاذبة إلى قوة مركزية طاردة أي تطرت قطرات الملابس من إلى محور الدوران الخارجي إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة